اهلا بحراتكم من جديد والحلقة المية من الآلي خط أحمر وأكيد يعني تدريبات النادي الآلي وشغف جماهير النادي الآلي رؤية النادي الآلي وأخبار النادي الآلي هو الشغف الأهم والأول ودايما يا رب كده النادي الآلي يكون مصدر الشغف لجماهير النادي الآلي كلر بداية تدريبات كان فيه راحة سلبية مبارح والنهاردة بدأنا التدريبات على فترتين عشان عندنا مباراة ودية وهي المباراة الودية التانية أمام فريق أسوان أخبار سرة بالتأكيد أكيد زي ما حالكم شايفين ده تدريبات النهاردة ولكن من ضمن الأخبار السرة والمهمة هو جاهزية السنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشا سنائي يعني كان الموسم قبل الماضي وتحديدا في دوري أبطال أفريقيا كان أهم سنائي متواجد في كرة القدم المصرية يمكن حصل إصابة لمحمد شريف قبل نهاية الموسم بحوالي 8 أو 9 مباريات وأيضا إصابة أو عملية في جدار البطن لمحمد مجدي أفشا النهاردة أصبحوا جاهزين تماما للمشاركة واتوقف أمر مشاركته مفارس على الجهاز الفني أو المدير الفني لكن من ناحية الطبية من ناحية البدنية السنائي أصبح جاهز لأداء مباراة أسوان أو أي مباراة مجبلة يمكن من ناحية الطبية جاهزين وأتمنى كمان من ناحية الفنية يكونوا جاهزين لأن السناء دي منافسة في كل الملاكس محدش حاجز مقعده ومحدش ضامن أنه هو يلعب أساسي عشان تلعب أساسي مع كولر لازم تتعب وتتعب وتتعب وعندنا كمان كوكا كان بيشارك في التدريبات الجماعية يمكن كوكا من اللاعبين المحببين جدا إلى قلبي كان موجود وعودته مهمة جدا جماعة كوكا بيدي خيارات أيضا في بعض المراكز اللي ممكن أنتم ما تصوروش أنه يدي اختيارات فيها ولكن مش بس في وسط الملعب كلاعب ارتكاز لا كمان يقدر يدي كلاعب موجود كظهير أيصر أو ظهير أيمن أن أنت تعتمد عليه بشكل دفاعي أكتر منه فكرة هجومي في مبارات معاناة يكون مهم جدا كمان كوكا لعب واعد ومبشر وسنه صغير ومهم جدا عسامة أن الفريق في جاهزية يمكن شفنا ما شفناش مغارات بيتروجيتة بشكل أدق مش هنقول شفنا ولكن عرفنا النتيجة وأنا سعيد والله يا جماعة لحد ما النادي الأهلي يزيع المباراة وما يزعهاش يبقى دي سياسة النادي الأهلي قبل كده إحنا بنتعامل مع أن مصلحة النادي الأهلي بنغلبها إحنا شغالين حسب مصلحة النادي الأهلي لو النادي الأهلي بيتكتم في صفقات في مباريات في أي شيء فني ففي النهاية اللي فيه مصلحة النادي الأهلي يا أسامة أكيد كل نعرف أكيد وده شيء إيجابي جدا من المدير الفني اللي طلب عدم إزاعة المباريات وبيذكرنا ببداية ريني فيلر لما كان فيه مباراة أيضا في أفريقيا ولعبنا وكان تسجيل المباراة مع قناة النادي الأهلي ولكن ريني فيلر أصر على عدم إزاعة المباراة عشان كان فيه مباراة السوبر المحلي أمام نادي الزمالك كانت بتاريخ 20 سبتمبر 2019 وفاس فيها النادي الأهلي 3-2 المباراة اللي كان وارد جدا النادي الأهلي يفوز بنتيجة أكبر لولا الإصابات والتغييرات الاضطرارية اللي حصلت لكن كوكا بالتأكيد الدفع به في التدريبات الجامعية شيء إيجابي جدا وبالتأكيد يعني مع حطوث لكل لعب راجع من الإصابة ملف وفايل ومدرب أحمال بيدفع بالتدريج نتمنى يكون كوكا قبل مباراة الاتحاد المنستيري في تمام الشفاء ويكون شارك بشكل 100% في التدريبات الجامعية وبأكد على كلام فارس كوكا بالنسبة لي مع عمدير فني زي قولر قادر على خلق مراكز جديدة للعيبة وبيقدر يشوف بشكل كواس جدا الأماكن اللي فيها خلل ويوظف فيها لعبين مناسبين ده هيكون إيجابي جدا مع اللعيبة اللي بيتمتعوا بصفة الجوكر منهم كوكا وشفنا كوكا لعب باكليفت فترة طويلة جدا مع بيت سمس ماني ولعب وسط ملعب فإن شاء الله يكون له دور إيجابي ومهم جدا في الفترة المقبلة لأن عندنا مباراة مهمة جدا وأخيرا تم تحديد الموعد بشكل رسمي في زهاب دور الـ 32 أمام الاتحاد المنستيري وصيف الدوري التنسي المباراة إن شاء الله هتكون يوم 9 أكتوبر المقبل عندنا مباراة أخرى بعد مباراة أسوان ولكن هيكون الصفر بنسبة كبيرة جدا مبكرا لأن ده طلب قلر والنادي الأهلي أكيد بيمنح الصلاحيات التامة للمدير الفني وده نهج النادي الأهلي اللي مريح المدير الفني بشكل كبير جدا وعشان كده في بعض الصفقات وتحديدا الأجنبية منها بتبقى تحت دراسة المدير الفني والمدير الفني طلب أنه يراجح حالة الفريق بشكل تام ويشوف المباراة الودية عشان يقدر يحدد النواقص اللي عنده والمراكز اللي محتاجة لتدعيم وخلاص احنا اتجاهنا للاحتراف واللعيبة المحترفين وده يمكن كانت قناعاتي من البداية أن العيبي النادي الأهلي هم الأفضل الموجودين على الساحة وأي لعب ممكن يديك إضافة في النادي الأهلي هتلاقيه في نادي منافس أو أندية منافسة ويكون صعب جدا التفريد فيه بالتالي أنت الخمس محترفين لازم يكونوا بشكل إيجابي ويكون رجلهم في أرض الملعب وكمان اللايحة الجديدة واستغلال اللايحة الجديدة في التلات لعبين المراحل السنية اللي يقدر النادي الأهلي حتى لو اتأخر فيه التعاقد مع لاعب تحت السن يقدر يأيده في أول شهر ملادي لأن دي لوائح قطاع النشئين وأعتقد أن ده يكون شيء إيجابي جدا للنادي الأهلي ويرفع عن النادي الأهلي ضغوط بعض الأندية والمغالاة في مطالب المالية تجاه بعض اللاعبين ونهج النادي الأهلي كان واضح في هذه الصفقات واجتمعنا أن النادي الأهلي مقدرش يكمل أو مرضاش يكمل بعض الصفقات لأنه كان فيها مغالاة بشكل كبير جدا لعيبة مش دولية لعيبة ما لعبتش في الدوري المسلمين مع كامل احترامنا وتقدرنا لكل اللاعبين ولكن في النهاية فيه قيمة تسوقية النادي الأهلي لن يخترقها والنادي الأهلي شايف أنه هو الاتجاه للمحترفين وأن في صفوف النادي الاهلي لعبين هم من وجهة نظري رقم واحد في القرى الافريقية ينقصنا بعض المراكز هي بس اللي محتاجة لتدعيم والمراكز مش كتير ممكن مهاجم محترف ممكن مركز تمانية بديل السولاية ممكن كمان باكليفت وإن كان في بعض التفاقات شبه النهائية مع بعض اللاعبين في مركز الباكليفت بديل علي معلولة فارس لعبين تدي عمق لسكواد النادي الاهلي